اشتركوا في القناة كاد وأخواتها كاد وأخواتها أعزائي الطلاب أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الإسمية التي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع وهي تعمل عمل كان وأخواتها فلماذا إذن لم ندرجها ضمن كان وأخواتها وما أقسامها وما دلالاتها وما شروط عملها هيا بنا أعزائي الطلاب لنجيب عن هذه الأسئلة وعن أسئلة أخرى سنترحها في سياق حلقتنا عين عزيز الطالب خبر الفعل الناسخ ثم بين نوعه فيما يأتي أصبح الرجل قويا فالفعل الناسخ أصبح وخبره ستقول معي قويا ما نوع هذا الخبر سنقول هو ليس بجملة ولا شبه جملة فإذا هو خبر مفرد ما زال جبريل يوصيني بالجاري فما زال خبرها يوصيني وستقول معي هو جملة فعلية يظل الطالب عقله مشغول الفعل الناسخ يظل وخبره لا يكتمل إلا إذا قلنا عقله مشغول وهو كما نلاحظ جملة اسمية أمسى الملك لله سنقول الفعل الناسخ الناقص أمسى وخبره لله وهو شبه جملة من الجاري والمجهول كان الضيف عندنا الفعل الناقص الناسخ كان وخبره عندنا وهو أيضا شبه جملة يتكون من الظرف وما أضيف إليه إذن أعزاء الطلاب كان وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الإسمية كما رأينا فتبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ويأتي خبرها مفردا وجملة اسمية أو فعلية وشبه جملة من الجار والمجرور أو الظرف وما أضيف إليه فما التغيير الذي تحدثه كاد وأخواتها في الجملة الإسمية تأمل الأمثلة التالية المركب يغرق كاد المركب يغرق ستقول لي هناك اختلاف بين الجملتين فالجملة الأولى جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر ونوع الخبر هنا فعل مضارح هذه الجملة من حيث المعنى تفيد اتصاف المركب بالغرق في الحال والاستقبال بمعنى أن المركب يغرق الآن ولكن عندما دخلت كاد على الجملة الإسمية ماذا حدث أصبح المعنى قارب المركب الغرق أي أنه لم يغرق ولكنه قارب الغرق فإذا كاد أحدثت تغييرا في معنى الجملة وكذلك في إعرابها فيغرق في الجملة الأولى هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ المركب ولكن يغرق في الجملة الثانية في محل نصب خبر كاد أي أنها قد غيرت وبدلت في إعراب الجملة الإسمية فإذا هي فعل ناسخ وأيضا فعل ناقص فعندما نقول كاد المركب ونصمت هنا لم يكتمل المعنى فإذا كاد لا تكتفي هنا بمرفوعها المركب لأنه لا يتم بها مع هذا المرفوع كلام تام بل تحتاج هنا وجود خبر منصوب لها ليتم الكلام فإذا كاد فعل ناقص ناسخ دخل على الجملة الإسمية لاحظ هنا أن الخبر يجب أن يكون فعلا مضارعا أو جملة فعلية فعلها مضارع فكاد فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح والمركب سنقول اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره ويغرق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد إذن أعزائي الطلاب كما لاحظنا الخبر يجب أن يكون هنا جملة فعلية فعلها مضارع ولكن في كان وأخواتها يأتي الخبر مفردا وجملة وشبه جملة كما تعلمنا إذن لذلك لم ندرج كاد وأخواتها ضمن كان وأخواتها إذن كاد وأخواتها هي كاد أوشك عسى شرع بدأ أخذ جعل طفقة وهي كما قلنا أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتعمل عمل كان وأخواتها فتبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها وخبرها كما قلنا يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع تأمل عزيز الطالب الأمثلة التالية إذن كاد وأخواتها ما أقسامها وما شروط عملها وما دلالاتها كاد المركب يغرق ويكاد البناء أن ينهار الفعل ناقص ناسخ كاد ويكاد واسم الأول فيهما المركب والخبر الجملة الفعلية يغرق وفي الثاني نقول البناء أن ينهار على ما دلت كاد ويكاد هنا ستقول معي في الجملة الأولى قارب المركب الغرق وفي الثانية يقارب البناء لنهار فإذن ستقول معي مباشرة لقد دل هذا الفعل ناقص ناسخ على قرب وقوع الخبر ولاحظ أن الخبر هو جملة فعلية فعلها مضارع ما حكم اقتران خبرها بأن ستقول الاقتران قليل بمعنى أن خبر كاد يقترم بأن ولكن قليل فلذلك نقول هنا عندما نعرب الجملة الأولى يغرق سنقول والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد ولكن في الجملة الثانية أن ينهار سنقول والمصدر المؤول في محل نصب خبر كاد فإذا كاد ومضارعها يكاب وهي تدل على قرب وقوع الخبر وخبرها يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع وكما نلاحظ اسمها مرفوع تأمل التالي أوشك القطار أن يصل ويوشك الشعاع أن ينطفئ أوشك هنا بمعنى كاد وقارب بمعنى قارب القطار الوصول ويقارب الشعاع لانطفاء فإذا هي أيضا تدل على قرب وقوع الخبر فأوشك اسمها القطار وهو مرفوع والمصدر المؤول أن يصل في محل نصب خبر أوشك وفي الثانية يوشك الشعاع اسمها الشعاع وهو مرفوع والخبر المصدر المؤول أن ينطفئ وقلنا هنا تدل على قرب وقوع الخبر وأيضا يجب أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع من حيث اقتران الخبر بأن سنقول أن خبر أوشك يوشك كثيرا ما يقترن بأن أي غالبا ما يقترن بأن ولكن يجوز أن نقول أوشك القطار يصل ويوشك الشعاع ينطفئ إذن عزيز الطالب نستنتج ما يأتي أفعال المقاربة وهي القسم الأول من أقسام كاد وأخواتها كاد يكاد وأوشك يوشك وهي تدل على قرب وقوع الخبر وقلنا أعزاء الطلاب من حيث اقتران الخبر بأن المصدرية يكون قليلا مع كادة وكثيرا وغالبا مع أوشك تأمل الآن عزيز الطالب الأمثلة التالية عسى الأمل أن يتحقق وعسى الضيق أن ينفرج ستقول معه الفعل الناقص الناسخ عسى واسمه الأمل وهو مرفوع وخبره المصدر المؤول أن يتحقق وفي الجملة الثانية الضيق اسم عسى والخبر أن ينفرج فعلى ما تدل عسى هنا سنقول معا تدل على رجاء وقوع الخبر وكما نلاحظ عسى لا يأتي منها لا المضارع ولا الأمر فإذا هي فعل غير متصرف أي جامد ونلاحظ على الخبر أنه قد اقترن بأن المصدرية فعسى كثيرا ما يقترن خبرها بأن فلذلك نقول أن يتحقق المصدر المؤول في محل نصب خبر عسى وأن ينفرج في هذا المصدر المؤول في محل نصب خبر عسى إذن يجب أن يكون الخبر كما تعلمنا جملة فعلية فعلها مضارع إذن نستنتج أعزاء الطلاب من أفعال الرجاء من أفعال الرجاء عسى وهو كما قلنا يدل على رجاء وقوع الخبر وهو غير متصرف أي فعل جامل يرد بصيغة الماضي وحدها وقلنا كثيرا ما يقترن خبرها بأن المصدرية تأمل الآن عزيز الطالب الأمثلة التالية شرع الفلاح يحرث الأرض بدأت الأمطار تتساقط أخذت الأزهار تتفتح ستقول لي شرع بدأ أخذ أفعال ماضية وهي بمعنى بدأ فاسم شرع الفلاح وخبره الجملة الفعلية يحرث وفي الجملة الثانية سنقول الأمطار والخبر الجملة الفعلية تتساقط وفي الجملة الثالثة سنقول الاسم الأزهار والخبر تتفتح فالجملة الفعلية هنا في محل نصب خبر الفعل الناسخ الناقص شرع أو بدأ أو أخذ على ما تدل هذه الأفعال سنقول معا تدل على بدء وقوع الخبر وكما نلاحظ فالخبر هنا لم يقترن بأن المصدرية فلماذا؟ لماذا لم يقترن خبر شرع وبدأ وأخذ بأن المصدرية نقول لأن هذه الأفعال تدل على بدء وقوع الخبر في الحال ولكن أن المصدرية تدل على الاستقبال فلذلك يحدث التناقض عندما يقترن الخبر بأن لذلك هنا نقول دائما الخبر فيها يتجرد من أن ويمتنع دخول أن المصدرية عليه وتكملة لهذه الأفعال نقول جعل الخطيب يعظ الناس وطفق الطالب يرتل الآيات فالفعل جعل وطفق نجد الخطيب اسم جعل والخبر جملة الفعلية يعظ وفي الثانية الاسم المرفوع الطالب والخبر الجملة الفعلية يرتل وجعل وطفق أيضا بمعنى بدأ فلذلك نقول هي تدل على بدء وقوع الخبر إذن أعزاء الطلاب نستنتج ما يأتي أفعال الشروع هي شرع وبدأ وأخذ وجعل وطفق وهي تدل على بدء وقوع الخبر وهي لا ترد إلا بصيغة الماضي وخبرها يجب أن يتجرد من أن إذن أعزاء الطلاب كاد وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الإسمية التي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع فتعمل عمل كان وأخواتها فتبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها وهي أفعال المقاربة أولا كاد وأوشك ثم أفعال الرجاء ومنها عسى ثم أفعال الشروع وهي شرع وبدأ وأخذ وجعل وطفق أعزاء الطلاب فاصل ونعود ها قد عدنا أعزاء الطلاب لنواصل درسنا عين الأفعال الناسخة وبين دلالتها وعين اسمها وخبرها فيما يأتي عسى الله أن يمنى علي بالشفاء الفعل هنا عسى واسمه الله لفظ الجلالة أما الخبر فهو أن يمنى على ما دل هذا الفعل ستقول لي يدل على رجاء وقوع الخبر شرع التلاميذ يستعدون للامتحان الفعل الناقص الناسخ شرع واسمه التلاميذ والخبر يستعدون على ما يدل الفعل شرع ستقول لي على بدء وقوع الخبر أوشك السحاب أن ينكشف بسرعة الفعل الناقص الناسخ أوشك واسمه المرفوع السحاب والخبر أن ينكشف على ما دل الفعل أوشك ستقول لي دل على قرب وقوع الخبر تأمل عزيز الطالب السؤال التالي ضعف الفراغ فعلا مناسبا من أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع الأمية أن تزول من بعض مدن العالم قد تقول معي تؤشك الأمية أن تزول وفي الثانية الوفاق يسود العالم قد نقول يكاد الوفاق يسود العالم وفي الثالثة الأشجار تسقط أوراقها في الخريف قد تقول معي شرعت الأشجار تسقط أوراقها في الخريف ربنا أن يغير أحوالنا قد نقول معا عسى ربنا أن يغير أحوالنا تأمل عزيز الطالب السؤال التالي أتمم الجمل الآتية بوضع الخبر المحذوف في المكان الخالي أو شكت السحب قد نقول معا أنت انقشع يكاد الظلم قد نقول معا يزول أو أن يزول عسى السلام قد نقول معا أني عم أنشأ الصناع سنقول معا يعملون طفقت الفتيات قد تقول معي يتعلم لاحظ أن الخبر يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع تأمل عزيز الطالب السؤال التالي عين الأفعال الناسخة وخبرها وبين حكم خبرها من حيث الاقتران بأن والتجرد منها عسى عسى الضيق أن ينفرج الفعل الناقص الناسخ هو عسى واسمه بالطبع الضيق أما الخبر فهو أن ينفرج فعل رجائم نقول يقترن هنا الخبر بأن المصدرية كثيرا أو غالبا كادت السفينة أن تغرق الفعل الناقص الناسخ كاد واسمه بالطبع السفينة أما الخبر فهو أن تغرق فكاد كما قلنا اقتران الخبر فيها بأن المصدرية قليل شرع الطفل يبكي الفعل الناقص الناسخ هو شرع واسمه بالطبع الطفل أما الخبر فهو يبكي وكما قلنا أفعال الشروع لا يقترن خبرها بأن فإذن يتجرد من أن أوشك المال أن ينفد الفعل الناقص الناسخ هو أوشك واسمه المال والخبر أن ينفد وقلنا اقتران خبر أو شك بأن المصدرية كما قلنا هنا كثير تأمل عزيز الطالب السؤال التالي أعرب ما يأتي كاد الثمر يطيب ستقول كاد فعل ماض ناقص الناسخ مبني على الفتح والثمر اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره يطيب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد اختر الآن عزيز الطالب الإجابة الصحيحة من أفعال المقاربة عسى أصبح أضحى شرع شرع بدأ أم كاد أو شك أفعال المقاربة هي كاد أو شك ويأتي منها المضارع يكاد ويوشك من أفعال الرجاء أم سابات عسى كاد أو شك أم طفق جعل قلنا هناك فعل للرجاء هو عسى وهو يدل على رجاء وقوع الخبر من أفعال الشروع شرع أخذ كاد أو شك ليس صار عسى أفعال الشروع وهي التي تدل على بدء وقوع الخبر نقول هي الإجابة ألف شرع أخذ فأما العزيز الطالب السؤال التالي يأتي خبر كاد وأخواتها مفردا شبه جملة جملة فعلية أم جملة اسمية قلنا لا بد أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع فإذا الإجابة الصحيحة نقول جملة فعلية كاد المشركون أن يول هاردين اسم كاد وهو المشركون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون الضمة الواو أم الواو والنون سنقول معا المشركون اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم تأمل ما يأتي بدأ العلماء فراغ كل شيء عن الكواكب الخبر المناسب للفراغ يعرفون يعرف أن يعرف أن يعرفون بدأ من أفعال الشروع لا يقترن الخبر هنا بأن فلذلك نستبعد الإجابة جيم ودال فإذا أين الإجابة الصحيحة ستقول معي عزيز الطالب هي ألف بدأ العلماء يعرفون كل شيء عن الكواكب أعزاء الطلاب إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم وعلى أمل لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة